اشتركوا في القناة المسايد رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء المقابلة ركزت حول التعاون والأمل بين الشركة والحكومة في مدال الطاقة بشتى أنوائها حتى تكون في متناول الجميع وبأرخى السمن كما ناقشوا عدة ملفات التعاون المشتركة خاصة بناء مركز توليد الطاقة النظيفة بقدرة انتاجية تبلغ 150 ميجاوات لعطاء ممدود لمدة 25 عاما وتباحثوا الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الشادية وشركة تيم أوف أفريكا الأمريكية فيما تألق بدعم شركة الوطنية للكهرباء الرئيس المدير العام للشركة رونيا فيت أكد لرئيس الجمهورية فقامة إدريس دابيت نو بأن الشركة ستبدأ عملها من أجل توفير الطاقة للمواطن الشادي وبالصورة المطلوبة وتكون كهرباء نظيفة وقوية وبالمواصفات الدولية علما بأن شركة تيم أوف أفريكا هي شركة عالمية تعمل في مختلف الدول وعفرت الكثير من المشاريع الكهربائية أبرى المياه والطاقة المتجددة والرياء والحرارة الشمسية خاصة في أفريقيا ولن أكدت الشركة بداية الاستثمار في تشاد في إطار جهودها المبذولة لتحقيق صحة المرأة والطفل خاصة صحة الإنجابية ومحاربة مختلف العادات السيئة كزواجي القاصرات والحمل المبكر التقد سيدة الأولى للبلاد هند دابيت نو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بسيدة أدوين دومينغو ممثلة صندوق الأم المتحدة للسكان بالبلاد اللقاء الذي جرى بحضور بعض من عضاء مؤسسة القلب الكبير بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالصحة الإنجابية واستغلالية المرأة وتحسين شروط الحياة الصحية للمرأة والطفل بالأضافة إلى أهم المشاريع التي مويلها صندوق الأم المتحدة للسكان بجاد فضلا عن دوري سيدة الأولى للبلاد هند دابيت نو رئيسة مؤسسة القلب الكبير وتدخلها لتحسين حياة المرأة في الساحة الإقليمية والدولية وقال الدومينغو إن اللقاء بحث أيضا المسائل القانونية الوطنية وحق حصول النساء على المعلومات والوسائل بشكل سلس ومتوفر إضافة إلى تحسين حياة صحة الأم والطفل باعتبارها أخت إفريقية وتأهدها الدائم في العمل من أجل تحسين حياة المرأة والطفل وجهودها الحسيسة في رفع الوئي بضرورة للجوء إلى الوسائل الطبية التي تحافظ على صحة المرأة والأسرة أموما وتعزيز الصحة والحقوق الإنجابية وشراكتها الواضحة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الاستجابة لإحتياجات الصحة الإنجابية للسكان والطرغة المستقبلية للعام 2019 في إطار العمل المهني لتحسين حياة المرأة والطفل أيضا تباحثنا السبل استقلالية المرأة والزواج المبكر والجدول التنزيم الأسري وخطة عمل تمويل الصندوق للمشاريع إضافة إلى تحقيق أجندة 2030 وسيواصل الصندوق الأمم المتحدة للسكان العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المحلي لتوفير الدعم اللازم للنساء والفتيات والتوعية حول القضايا المتعلقة بالعنف الاجتماعي بما في ذلك الآثار المترتبة على الزواج المبكر والعنف الممارس ضد المرأة